السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتأكيد سمعت عن فوائد الثوم ولكن هل تعلم أن هناك أيضا ماء الثوم؟ بالنسبة لأولئك الذين جربوه وهم المحبي ماء الثوم سيكون من المفيد معرفة الفوائد التي يتم الحصول عليها من شرب ماء الثوم كل يوم ولكن بالنسبة لأولئك الذين لم يعتادوا على استخدام الثوم بهذه الطريقة سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان البدء في القيام بذلك يمكن أن يكون فكرة جيدة ما هو ماء الثوم؟ هو عبارة عن مشروب مصنوع من ماء الثوم الممزوج بالعسل الطبيعي والذي يمكن أن يظهر أيضا بصحبة مكونات أخرى مثل الماء والبصل والليمون على سبيل المثال يرتبط الاستخدام الشائع لماء الثوم بالفوائد التالية أحد استخدامات ماء الثوم في الطب البديل هو لتخفيف السعال ومع ذلك قبل تجربة العلاج المنزلي للتعامل مع المشكلة عليك أن تضع في اعتبارك أن السعال عرض ويمكن أن يكون علامة على عدد من المشاكل الصحية لذلك حتى إذا اخترت تجربة العلاج المنزلي للتعامل مع السعال فإذا وجدت أن الأعراض لم تذهب أو أنها قد ساءت يجب عليك زيارة الطبيب لمعرفة المشكلة وراء ذلك في الطب البديل يمكن أيضا استخدام ماء الثوم لمساعدة الشخص على التعامل مع نزلات البرد حيث تشير الأبحاث إلى أن الثوم قد يقلل من مدة وتواتر نزلات البرد ولكن عند استخدامه كأستراتيجية للوقاية يعني قبل أن تصاب بالمرض يساعد ماء الثوم ويمنع نمو العامل المرضي الذي ينتشر هذا العامل أساسا على جدران المسالك البولية مما قد يسبب مختلف مشاكل الكلا والالتهابات الثوم مفيد للغاية لمسويات الدهون وهذا يعني شيئا واحدا فقط شرب ماء الثوم سيضمن استقرار ضغط الدم تعد هشاشة العظام وألام المفاصل من أكثر الأمراض شيوعا في جميع أنحاء العالم فإن كنت أحد الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض فمن الأجدر أن تفكر في إدراج ماء الثوم في نظامك الغذائي تشير الدراسات التي أجراها العلماء إلى أن الثوم يقلل من الضغط داخل مقلة العين الأشخاص المصابين بأمراض القلب والذين يستهلكون الثوم بانتظام أصبحوا يتمتعون بقدرات أفضل عند القيام بالتمارين إن تناول الثوم يقلل من فرص الإصابة بالخرف الذي هو في الأساس مجموعة متكاملة من الأمراض العقلية التي تسبب صعوبات في التفكير وتؤثر سلبا على الذاكرة إن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم تمنع الالتهاب الذي يساهم في تفاقم عدد الخلايا الدهنية إن كنت تصارع للتخلص من حب الشباب لسنوات عديدة ولا زلت لست قادرا على العثور على منتج يساعدك على تخطيها بالكامل فقد يكون ماء الثوم هو الحل الأمثل بالنسبة إليك على الرغم من أن الجسم يبذل قصارى جهده ليبقي السموم بعيد عنك قدر الإمكان فلا يزال من الضروري السماح للجسم بالتخلص من السموم بين الفينة والأخرى ومياه الثوم مثالية لذلك إن كنت ترغف إدماج مياه الثوم في قائمة وجباتك اليومية كل ما عليك فعله هو هرس بعض من فصوص الثوم وإضافتها إلى الماء مع قليل من العسل الطبيعي ومن ثم خلط المكونات جيدا وها أنتزى لقد أصبح ماء الثوم جاهزا للاستهلاك يمكنك تناوله في الصباح على الريق أو قبل النوم بنصف ساعة مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته